بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط في درسنا لهذا اليوم استراتيجية حل المسألة تحديد معقولية الإجابة الجزء الأول من هذا الدرس في الفصل الدراسي الثاني معلمكم الأستاذ علي عبدالله العنبر زميلي في لغة الإشارة أستاذ بدر ناصر الحمود فكرة الدرس أحل المسائل باستعمال استراتيجية تحديد معقولية الإجابة سوف نحل المسائل باستعمال استراتيجية تحديد معقولية الإجابة خطوات حل المسألة أولاً أفهم ثانياً أخطط ثالثاً أحل رابعاً أتحقق إذن خطوات حل المسألة أفهم ومن ثم أخطط ومن ثم أحل ومن ثم أتحق حدد معقولية الإجابة عامر تم دهن 25% من غرفتي خلال 28 دقيقة وأعتقد أن دهان غرفتي كاملا سيحتاج إلى ثلاث ساعات على وجه التقريب مهمتك حدد إذا كان منطقي أن ينتهي الدهان من دهن غرفة عامر في ثلاث ساعات عامر يقول أنه تم دهن 25% من غرفته خلال 28 دقيقة ويعتقد أن دهان غرفة كاملا سيحتاج إلى ثلاث ساعات على وجه التقريب مهمتنا أن نحدد إذا كان منطقيا أن ينتهي الدهان من دهن غرفة عامر في ثلاث ساعات أولا أفهم تم دهن 25% من الغرفة خلال 28 دقيقة ويعتقد عامر أن دهان الغرفة كاملة سيستغرق ثلاث ساعات ثانيا نخطط بما أن 25% تساوي ربع 25% تمثل الربع ربع الغرفة إذن تم دهنها خلال 30 دقيقة تقريبا لاحظ هنا قدرنا 30 دقيقة عامر يقول أنه تم دهانها خلال 28 دقيقة ونحن قدرنا بالتقريب خلال 30 دقيقة أي أن ربع الغرفة تم دهانها تقريبا في خلال 30 دقيقة فإن استعمال نموذج يقسم المئة في المئة والتي تمثل الغرفة كاملة إلى أقسام متساوية يمثل كل منها 25% هذا يؤدي إلى حل المسألة يؤدي إلى حل المسألة إذن هنا بما أن ربع غرفة تم دهانها في 30 دقيقة تقريبا قربنا 28 إلى 30 دقيقة تقريبا سوف نستعمل نموذج يقسم 100% إلى أقسام متساوية يمثل كل منها 25% وهذا يؤدي إلى حل المسألة الآن نحل لو قسمنا نموذج قسمنا الغرفة إلى أربعة أقسام كل قسم 25% القسم الأول دهن 25% من الغرفة في 30 دقيقة الغرفة كاملة نسبتها 100% وكل ربع فيها يمثل 25% الآن كل ربع تم دهانه في كام؟ صحيح الربع الأول في 30 دقيقة الربع الثاني أيضا في 30 دقيقة الربع الثالث في 30 دقيقة أيضا الربع الرابع في 30 دقيقة إذن 30 دقيقة ضرب أربعة كم تساوي؟ صحيح إنها تساوي 120 تساوي 120 دقيقة لاحظ أن كل ربع تم دهانه في 30 دقيقة إذن 30 دقيقة 30 دقيقة ضرب 4 تساوي 120 120 دقيقة عبارة عن ساعتين هي تساوي ساعتين لهذا فإن تقدير عامر بأن الدهان سيحتاج إلى ثلاث ساعات تقريبا غير مناسب والتقدير الأفضل هو ماذا؟ صحيح إنه ساعتان إنه ساعتان لنتحقق من هذا الحل 30 دقيقة تساوي نصف ساعة 30 دقيقة تساوي نصف ساعة بما أن نصف ضرب 4 تساوي 2 ساعتين يعني فإن الجواب المعقول هو ساعتين هنا 30 دقيقة هي عبارة عن نصف ساعة إذن كل ربع سوف نضربه في نصف 4 ضرب نصف تساوي ساعتين فإن الجواب المعقول هو ساعتين مسائل متنوعة استعمل استراتيجية تحديد معقولية الإجابة لحل المسائل إدخار يوفر أحمد 11 ريالا شهريا ما التقدير المنطقي للمبلغ الذي سيوفره بعد سنة حوالي 100 ريال أو 120 ريالا أو 160 ريالا واضح إجابتك أولا سوف أفهم من المعطيات أحمد يوفر 11 ريالا شهريا هل من المنطقي المبلغ الذي سوفره بعد سنة هو حوالي 100 ريال أو 120 ريالا أو 160 ريالا الآن سوف نخطط 11 ريالا تساوي تقريبا كم بالتقريب صحيح بالتقريب هي 10 ريالات السنة عبارة عن كم شهر صحيح السنة تساوي 12 شهرا السنة تساوي 12 شهرا لو تخيلنا هذا النموذج السنة عبارة عن 12 شهرا وهو يوفر في كل شهر في الشهر الأول ووفر 10 ريالات في الشهر الثاني أيضا 10 ريالات في الثالث 10 ريالات أيضا في الرابع وكذلك في الخامس وفي السادس وفي السابع وهكذا على مدار الأشهر كلها وعددها 12 شهرا وهي تمثل سنة كاملة ما هو المجموع؟ ما هو المجموع؟ صحيح المجموع 120 المجموع 120 مجموعها 120 الآن سوف نحل من الجدول السابق نجد أن التقدير المنطقي لمبلغ الذي سيوفره بعد عام يساوي تقريبا 120 ريالا إذن التقدير المنطقي للمبلغ الذي سيوفره أحمد بعد سنة يساوي تقريبا 120 ريالا يساوي تقريبا 120 ريالا أيضا لدي أتحقق من صحة الحل أحمد قلنا أنه يوفر تقريبا 10 ريالات شهريا بالتقريب ما يوفره في السنة؟ ماذا نفعل؟ نعم سوف نضرب 10 ضرب 12 12 12 شهرا وهي تمثل سنة كاملة سوف نضرب 10 ضرب 12 ما هو ناتج هذا الضرب 10 ضرب 12؟ صحيح إنه 120 ريالا 120 ريالا أي أن الإجابة المعقولة هي 120 ريالا 120 ريالا استعمل استراتيجية تحديد معقولية الإجابة لحل المسائل تعليم عدد طلاب مدرسة 423 طالبا يسكن 57.6% منهم على بعد لا يزيد عن 5 كيلو متر من المدرسة أعطي تقديرا منطقيا لعدد الطلاب الذين يسكنون على بعد لا يزيد عن 5 كيلو متر من المدرسة واضح إجابتك أولا سوف أفهم واستخرج المعطيات عدد طلاب المدرسة هم 423 طالبا عدد طلاب المدرسة 423 طالبا يسكن نسبة 57.6% منهم على بعد لا يزيد عن 5 كيلو متر من المدرسة المطلوب مني أن أعطي تقديرا منطقيا لعدد الطلاب الذين يسكنون على بعد لا يزيد عن 5 كيلو متر من المدرسة سوف نعطي تقديرا منطقيا لعدد هؤلاء الطلاب الآن سوف نخطط للحال السبع وخمسين وستة من عشرة في المائة سوف نقربها هي أقرب لمن؟ سبع وخمسين وستة من عشرة في المائة هي أقرب لمن؟ صحيح إنها بالتقريب تساوي ستين في المائة بالتقريب هي أقرب إلى ستين في المائة عدد الطلاب هو أربعمائة وثلاثة وعشرين طالبا سوف نقربه هو أقرب لمن؟ صحيح إنه أقرب إلى أربعمائة طالب أربعمائة وثلاثة وعشرين طالب يساوي تقريبا أربعمائة طالب الآن سوف نوجد عدد الطلاب الذين يشكلون نسبة ستين في المائة من أربعمائة طالب وذلك بتحويل النسبة المئوية إلى كسر عشرين ماذا سنفعل؟ سوف نوجد عدد الطلاب الذين يشكلون نسبة ستين في المائة من أربعمائة طالب وذلك باستحويل النسبة المئوية إلى كسر عشري ستين في المئة لتحويلها إلى كسر عشري ماذا نفعل؟ نعم سوف نقسمها على مئة الفاصلة موضعها هنا ونزيل علامة المئة في المئة تتحرك فاصلة كم منزلة إلى اليسار؟ صحيح سوف تتحرك منزلتان سوف تتحرك منزلتان إذن الجواب ما هو؟ صحيح إنه ستة من عشرة ستة من عشرة ستين في المئة تمثل ستة من عشرة كهيئة كسر عشري الآن في نفس السؤال سوف نحل الستين في المئة من أربعمائة طالب سوف نضرب ستة في المئة عشرة ستة من عشرة في أربعمائة ستة من عشرة تمثل ستين في المئة ككسر عشري ما هو ناتج هذا الضرب؟ ستة من عشرة ضرب أربعمائة صحيح من حصل على إجابة 240 فإجابته صحيحة أي أن 240 طالبا يسكنون على بعد لا يزيد عن 5 كيلو متر من المدرسة تقريبا الآن نفس السؤال سوف نتحقق من صحة حلنا 60% من 400 طالب تقريبا يسكنون على بعد لا يزيد عن 5 كيلو متر من المدرسة لنتحقق من الحل باستخدام تحويل النسبة إلى كسر اعتيادي سوف نحول النسبة المئوية إلى كسر اعتيادي لنتحقق من هذا الحل الستين في المئة عبارة عن ستين على مئة ضرب أربعمئة ستين على مئة ضرب أربعمئة ما هو ناتج هذا الضرب؟ للتبسيط أربعمئة تقسيم مئة ما هو؟ أربعة الآن ستين ضرب أربعة ما هو الجواب؟ نعم من حصل منكم على إجابة مئتان وأربعين فإجابته صحيحة إذن أي أن الإجابة المعقولة هي مئتان وأربعين طالبا يسكنون على بعد 5 كيلو متر من المدرسة استعمل استراتيجية تحديد معقولية الإجابة لحل المسائل حل للبيانات يمثل الشكل نسب أربع أنواع من الأغذية المفضلة من خلال دراسة على مئة وأربعين شخصاً ما التقدير المنطقي لعدد الأشخاص الذين لا يفضلون الخضار؟ هل هو ستين أو سبعين أو ثمانين شخصاً؟ لاحظ من الرسم هنا ثلاثة عشر في المئة يفضلون أسماك خمسة عشر في المئة يفضلون الطيور أربع وعشرين في المئة يفضلون اللحوم ثمانية واربعين في المئة يفضلون الخضار سوف نتطبق استراتيجية تحلل المسألة وتحديد معقولية الإجابة أولاً سوف أفهم من المعطيات في السؤال يمثل الشكل نسب أربع أنواع من الأغذية المفضلة من خلال دراسة على مئة وأربعين شخصاً هل التقدير المنطقي لعدد الأشخاص الذين لا يفضلون الخضار؟ هل هو يمثل ستين أو سبعين أو ثمانين شخصاً؟ الآن سوف أخطط نسبة الذين لا يفضلون الخضار ما هي؟ نعم هي ثلاثة عشر في المئة زائد خمسة عشر في المئة زائد أربع وعشرين في المئة لاحظ هنا أعطاني الذين يفضلون الخضار هو ثمانية واربعين في المئة الذين لا يفضلون الخضار هما النسبة التي تشكلها هنا سوف أجمع ثلاثة عشر في المئة زائد خمسة عشر في المئة زائد أربع وعشرين في المئة ما هو مجموع هذه النسب؟ ثلاثة عشر في المئة زائد خمسة عشر في المئة زائد أربع وعشرين في المئة نعم من حصل على اثنان وخمسين في المئة فإجابته صحيحة إذن نسبة الذين لا يفضلون الخضار هي اثنان وخمسين في المئة اثنان وخمسين في المئة نريد أن نقربها إلى أقرب نسبة ما هي أقرب نسبة لها صحيح إنها 50% سوف نوجد عدد الأشخاص الذين لا يفضلون الخضار ويشكلون تقريبا نسبة 50% من 140 شخص وذلك بإيجاد 10% من 140 أولا سوف نوجد 10% من 140 أولا الآن نفس السؤال سوف أحل 10% من 140 سوف أوجد نسبة 10% من 140 10% هي 1 على 10 نضربها في 140 ما هو ناتج هذا الضرب؟ صحيح من حصل منكم على إجابة 14 فإجابته صحيحة لتبسيط هذا الضرب 140 تقسيم 10 هي 14 1 ضرب 14 الجواب هو 14 الآن لنتخيل كل 10% وهنا 20% 30% 40% 50% العشرة في المئة الأولى تمثل 14 العشرة في المئة الثانية تمثل ماذا؟ نضيف عليها 14 تكون 28 30% الثلاثين في المئة أيضا ماذا تكون؟ نضيف 14 عليها صحيح سوف تكون 42 أيضا الـ40% نضيف عليها 14 ماذا تكون؟ ستكون 56 الـ50% ماذا تكون؟ صحيح سوف تكون 70 وللاختصار سوف نضرب الخمسة ضرب 14 الـ40 تمثل العشرة في المئة من المئة واربعين سوف نضربها في خمسة لنوجد خمسين في المئة لنوجد خمسين في المئة من المئة واربعين الآن خمسة ضرب 14 ما هو الجواب؟ من حصل منكم على سبعين فإجابته صحيحة أي أن سبعين شخصا تقريبا لا يفضلون الخضار سبعين شخص تقريبا لا يفضلون الخضار الآن نفس السؤال سوف أتحقق من حلي نريد أن نتحقق من الحل لنتحقق من الحل باستخدام تحويل النسبة المئوية إلى كسر عشري سوف نحول النسبة المئوية إلى كسر عشري خمسين في المئة من 140 شخصا تقريبا لا يفضلون الخضار الخمسين في المئة بتحويلها إلى كسر عشري هي خمسة من عشرة كيف حولنا الخمسين في المئة إلى كسر عشري الفاصلة موضعها هنا ولتحويلها إلى كسر عشري سوف نقسمها على مئة ومن ثم نزيل علامة المئة في المئة القسم على المئة تتحرك الفاصلة منزلتان سوف تكون هنا الفاصلة إذن خمسة من عشرة ضرب مئة واربعين ما هو ناتج هذا الضرب؟ من حصل منكم على إجابة سبعين فإجابته صحيحة أي أن الإجابة المعقولة هي سبعين شخصا لا يفضلون الخضر من أصل مئة واربعين شخصا في هذه أو هذا البيانات التي أعطينا إياها في السؤال إلى هنا يا أحبتي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته